اشتركوا في القناة يكشف يفهم وروحك يعلم ده جمد كلامك ما أحلى مكان جوّقني ربي حلاوة كلامك ويغلى عليك يا ربي كسابك عينياتي شوفك ويلمسني صوتك حضورك وسرتك فعمري بان أهلا بيك مشاهدنا الكريم في برنامج فحصين الكتب وصلنا في دراستنا إلى سفر عذرة الذي نتقابل فيه مع العديد من رجال الله نتقابل فيه مع ذروب بابل ابن شأل تئيل نتقابل أيضا مع أنبياء عظماءهم حقاي وذكرية ونرى عذرة الكاتب الماهر في شريعة موسى ندعوك لدراست هذا الثفر عبر برنامج فحصين الكتب فتنبأ النبيان حجي النبي وزكريا بن عدو لليهود الذين في يهودة وأوروشالين باسم إله إسرائيل عليهم حينئذ قام زربابل ابن شأل تئيل ويشوع ابن يوصى ضاق وشرعا ببنيان بيت الله الذي في أوروشالين ومعهما أنبياء الله يساعدونهما في ذلك الزمان جاء إليهم تتناي والي عبر النقر وشطر بوزناي ورفقاءهما وقالوا لهم هكذا من أمركم أن تبنوا هذا البيت وتكملوا هذا الصور حينئذ أخبرناهم على هذا المنوال ما هي أسماء الرجال الذين يبنون هذا البناء وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم فلم يوقفوهم حتى وصل الأمر إلى داريوس وحينئذ جاوبوا برسالة عن هذا صورة الرسالة التي أرسلها تتناي والي عبر النقر وشطر بوزناي ورفقاءهما الأفرسكيين الذين في عبر النقر إلى داريوس الملك الآيات اللي قدامنا بتبدأ بحرف الفاق فتنبأ النبيان حجاي النبي وذكرية بن عدل وده بياخدنا لآخر الأفعاع الثابة لما قلنا حينئذ توقف عمل بيت الله الذي فيه أرشاليم فتنبأ النبيان حجاي وذكرية توقف عمل بيت الله الذي فيه أرشاليم ربما تكون هناك أثباب كتيرة في الظاهر لكن ولا سبب من هذه الأثباب هو السبب الحقيقي هل الموارد أوليلة؟ ربما هل في مقاومة من الأعداء؟ احتمال هل تذرت أوامر ملكية بإيقاف العمل؟ وارد لكن لما نروح لنبوة حجاي ونبوة ذكرية نكتشف أن المشكلة الحقيقية لا في الموارد ولا في الأعداء ولا في الملوك المشكلة الحقيقية كانت عند شعب الله ولما يبقى فيه مشكلة عند شعب الله يظهر دور الأنبياء الأنبياء جم فيه أثوأ حالات شعب الله علشان ينهضوا الدمائر مرة تانية وكان مشغولية حجاي إنه يخلي هذا الشعب يعيد ترتيب أولوياته وده كان السبب الحقيقي لتوقف عمل بيت الله إن الأولويات مش مرتبة إدوا أولوية لأمورهم الخاصة وإدوا أولوية لبيوتهم وعلشان كده حجاي يقول لهم هل الوقت لكم لتذكونوا في بيوتكم المغشاة وبيتي خراب يقول الرب ومرة تانية من خلال خدمة الرجلين حجاي وذكرية تنهض الدمائر تشدد الثواعد ويعود العمل لبناء بيت الله الحقيقة فيه سبب ظاهري لتوقف العمل في بيت الرب اللي هو الرسالة اللي جات من أرطح شصة بإيقاف العمل لكن الحقيقة هو العمل توقف قبل ما تأتي هذه الرسالة لأنهم السبب الأساسي الدفين إنهم فقدوا الاهتمام وباية أمور الرب مش غالي عليهم اهتموا بأمورهم الخاصة واكتفوا بالعمل وهو كان عندهم يعني إمكانية أنهم يعترضوا على رسالة الملك اللي جاية بحسب قانون أو شريعة فارس ومادي التي لا تنسخ فمش من حق ملك ييجي ينقض أمر ملكي صدر قبل كده والدليل على كده أنهم ابتدوا يشتغلوا مرة تانية قبل ما تأتي موافقة من داريوس الملك فإذا الأمر مش الحكام ولا الأوامر الصادرة من الحكومة ألفت للنظر أنهم عندما بنوا بيوتهم ما فيش اعتراض من أي مكان الكل موافقة فيش مشكلة لما بانوا بيوت الرب هنا بتيجي الاعتراضات وده درس لينا أننا إذا نشغلنا في أمور العالم هنلاقي العالم يقف معنا إذا اشتغلنا في أمور ربنا حييجي العالم ضدنا ولكننا نصر بأن العالم كله يبقى ضدنا وإحنا مع الرب أفضل من أننا نبقى مع العالم والرب مش معنا بين عدد واحد واثنين بنجد درس روحي عجيب عدد واحد تنبأ النبيين بيحكي تاريخيا حجي النبي وزكريا ابن عدو لليهود الذين في يهوزة وقرشالين عدد اتنين النتيجة المباشرة حينئذ قام زربابل ابن شاءل تئيل وإلى آخره يعني أنا تسألت هو النبوة بتاعة حجي دي إيه طبيعة المشجعات اللي قدمت لهؤلاء بعد أن تابوا عن انصرافهم عن أمور الرب إلى أمورهم الشخصية في حجي اتنين الرب بعت تشجيع لهذه الجماعة يعني تشجيع مشجع للغاية فبنقرأ أنه قدم قدامهم أربع مشجعات أول شيء أنا معكم يقول رب الجنود وهذا اللقب الرائع رب الجنود صاحب السلطان على كل الأجناد الملائكية والبشر أنا معاكم الحاجة التانية أنه موعيدي وكلامي ثابت حسب الكلام الذي عاهدتكم به ثابت موعيد الله عبر كل العصور فما قالوا لن يتغير الحاجة التالتة يقول لهم وروحي قائم في وسطكم كفاية تروحوا القائم وسط هذه الجماعة الحاجة الرابعة كنت أشرت أخو سامة أنه ما كانش معهم إمكانيات مادية الرب يقول لهم في حاجة اتنين ليه الفضة وللزهب عايزين فضة ولزهب أنا كله ده ملكي ونعرف أصحاح خمسة لما رد الملك دداهم قال لهم على نفقة بيت الملك خلاص الدهب والفضة خدوا اللي أنتوا عايزين السر الحقيقي لاستكمال العمل بنشوفه في عدد خمسة وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم عين إلههم جميل لما نروح لأخبار الأيام التاني ستاشر تسعة لأن عيناي الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كامل نحوه وأفتكر كمان عندنا في نبوة زكريا الصح 3 يقول لنا هو ذا الحجر اللي هو اسم من أسماء المسيح هو ذا الحجر الذي وضعته قدام يهوشع على حجر واحد سبع أعين كمال يعني عين ربنا السباعية كمال المعرفة متجهة نحو هذا الشعب ونقرأ برضو في نفس السفر عدد الصح 4 يقول لنا لأنه ما نصدر بيوم الأمور الصغيرة فتفرح أولئك السبع السبع أعين وده المسيح ويا جمال لما يكون عين المسيح عين الرب على شعبه اللي بيعمل عمله قديه هذا الأمر مطمئن وعشان كده سر النجاح الحقيقي لهذه الجماعة الضعيفة الراجعة من السبي هو أن عين الرب كانت عليه خدمة الرجل الواحد بعيدة كل البعد عن الفكر الإلهي ما بنشوفش في كلمة الله إنه واحد يقوم بالعمل لوحده بفهم كده لما بشوف عدد اتنين يقول لنا حينئذ قام ذا ربابل ابن شقال تقيل وده والي من ثبت يهوذة ويشوع ابن يوسى ذاق وده كاهن وشرعه ببنيان بيت الله الذي فيه أرشليم ومعهما أنبياء الله يساعدونهما إذن فيه حد بيقوم بالدور التنظيمي والثياسي فيه حد بيقوم بالدور الكهنوتي فيه حد بيقوم بالدور النبوي ومن أكبر عامل الوالي ذرو بابل لأثغر حمال طوب وحمال حجارة محتاجين الأيادي في العمل أما أنه واحد يبقى هو اللي بيقوم بعمل الله ده بعيد عن فكرة الكتب بيعجبني أن الرب في سلطانه مطلق سلطان الله يستطيع أن يخرج من الآكل أكلة ومن الجافة حلوة فاستخدم الرسالة اللي بعتها الوالي اللي بيشتكي فيها على شعب الله اللي بيبنوا الهيكل استخدمها عشان يقدم صورة جميلة وتقرير في منتهى الروعة عنهم فمثلا في عدد تمانية بيقول أنهم بيعملوا والعمل بيعمل بسرعة وبينجح في أيديهم وكمان بيقول في عدد عشرة أن احنا بسألناهم عن أسماءهم وبكل شجاعة أدبية قالوا الأسماء وبعدين في عدد حداشر بيصفوا أنفسهم بوصف جميل والرجل بينقل عنهم قالوا أن احنا عبيد إله السماء والأرض فتحطت على بقه في الرسالة أن إلههم إله السماء وعلى الأرض وبيدوا history أو التاريخ عن هذا البيت فبيقولوا أن هذا البيت بناء ملك عظيم من زمان في عدد 12 وأكمله وبعدين من عدد 12 بيقول أنهم لأنهم أخطأوا وبيشهدوا عن إله القداسة إلههم قدوس فنتيجة خطأهم احتاج الأمر أنهم يؤدبوا ويروحوا للسابق وبعدين كمان أن الرب في نعمته من عدد 13 في السنة الأولى لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمر ببناء بيت الرب وهو الراجل بيقول للملك هو فيه حاجة زي كده هل بيسأل هل كورش أصدر فرامان بهذا الأمر لأنه هم مش عارفين النتيجة أن الملك دور واتضح أن فيه فرامان أو أمر من ملك كورش أن يحصل كده وعشان كده الرب طلع من الأمر وكله خير لشعب الله إذا حبيت ألخص كلام حضرتك بآية جيت في العهد الجديد أتذكر كلمات الرسول بولس في كورينتوس الأولى الستاشر انفتح لي باب عظيم فعال ويمجد معاندون كثيرون يعني مش هنتوقع أن احنا نخدم ربنا ويتفتح لنا باب عظيم بدون المعاندين وعلينا أن المسيق الرب قادم فاحفظوا الحصون لا تخافوا من مهاجم ظالم خاون وعلى طول الخط الله بيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله فهذه المقاومة وهذه الرثالة اللي كان غرضها الرئيسي توقيف العمل كانت نتيجتها أن العمل يعمل بثرعة أكبر وعلى نفقة بيت الملك فالرب بيحول اللعنة إلى بركة من أيام خروج الشعب واللي ضيب لك كتير واللي ضيب لعام بردو كتار لكن بيعرف الرب يتدخل ليحول اللعنة إلى بركة وده اللي حصل في الآيات اللي قد برضو أختار آية توافق كلامك لما بيقول كده والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر يعني هما ما كانوش يفكروا أن ده حيحصل لكن ده حصل لأن مش لأن الأمور مشت كده مش لأن الاستروبيا أو الظروف لأن في إله يجعل كل الأشياء تعمل لصالح المؤمنين الرب دائما ينظر في عمله إلى حالة قلوبنا وعشان كده حجي أول عبارة ألها لهم لما جيه جيب عبارة جميلة من عند الرب قال لهم اجعلوا قلبكم على طرقكم بمعنى افحصوا افحصوا دوافعكم فالقلب عندما يكون مستقيم أمام الرب الرب يشجع لكن إذا كان القلب بيظهر حاجات وفي الواقع ما هواش عايش الحالة دي بيبقى غير مستقيم فالرب ينظر ويقول لنا أن عندي عليك هناك عتاب من الرب لنا في عدد ثلاثة في الثؤال في عدد حداشر نلأ الإجابة الثؤال في عدد ثلاثة من أمركم أن تبنوا هذا البيت وهم كانوا ممكن علشان يهربوا من الموقف ودولة اللي بيثألوهم حكام وولا بيقولوا لهم بأمر كورش نبني هذا البيت هل دي إجابة خاطئة ولا فيها أي مشكلة الحقيقة أمر كورش فعلا ببنيان بيت الله لكن الإجابة في عدد حداشر نحن عبيد إله الثماء والأرض هو ينفع كورش هو اللي يدي الأمر بالعمل في البيت والخدمة واللي فيه محرك هو اللي حرك كورش وده اللي بيعلنه الكتاب نبه الرب روح كورش وإحنا عبيد إله الثماء والأرض والخدمة ما تمشيش إلا لما بتيجي الأوامر الإلهي وده عكس اللغاتهم في أصاح 4 وعدد 3 لما قالوا نحن نبني للرب إله إسرائيل بيتا كما أمرنا الملك كورش يعني هو الحقيقة المفروض أنه ينسبوا الأمر للرب دي أوامر إلهية الرب هو اللي مكلفهم بهذا الأمر حتى وإن كان يستخدم كورش في إصدار الأمر جميل إنهم في أصاح 5 صلحوا الموقف والرب أكرمهم إتماماً لقوله في سمويل الأول أصاح 2 حاشة لي فإني أكرم الذين يكرمونني وكان هذا العمل مش تمرد على الملوك ولا عثيان مدني ولا أي حاجة من الكلام ده كله لكن في عدد 13 في الرثالة اللي كتبها تاتناي وشترة بوذناي بيقولوا على إنهم في الثانية الأولى لكورش ملك بابل أذر كورش الملك أمر ببناء بيت الله هذا وبيقولوا للملك إن حثم عندك دور هل فعلاً كورش قال أعتقد هم كانوا متوقعين إنه الشعب بيكذب وإنه كورش ولا قال ولا عاد لكن نشكر الرب اللي فيه مراحمه كان فيه فرمان أشرت حضرتك أخ فيض إن شريعة مادي وفارس لا تنسخ وهم دوروا ولقوا الكلام اللي كتبوا قورش وكان كل دوت فيه طالح شعب الله وعائلة الإيمان إذا كان شريعة مادي وفارس لا تنسخ فماذا عن تعليمات إله السماء عندما يصدر أمراً مين يقول بعد كلامه مين يغير اللي خرج من شفتي محطش لما هنروح للثفرة أفتير هنعرف إن شريعة مادي وفارس التي لا تنسخ لكن كلام الله لا يمكن أبداً كلمة واحدة من جميع الكلام الثالح اللي تكلم به الرب لا يمكن أن تفقد إلى الأرض السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وفي سفرة أستير اللي خلى هذه الشريعة تنسخ الصوم والصلاة وهذا هو السلاح العظيم اللي بيحرك يد الرب ويجعله يمارس سلطانه تماماً تعبير حلو بيقولوا أحياناً الصلاة تحرك اليد التي تحرك الكون نعم أحب أفكر المشاهد إنه عدد 16 اللي بيقول لنا حينئذ جاء شش بثر هذا ووضع أثاث بيت الله إنه شش بثر هو هو ذرو بابل ابن شقال تقيل لكن دوت إثمه الفارث حينئذ أمر داريوس الملك ففتشوا في بيت الأصفار حيث كانت الخزائن موضوعة في بابل فوجد في أحمثة في القصر الذي في بلاد مادي درج مكتوب فيه هكذا تذكار في السنة الأولى لكورش الملك أمر كورش الملك من جهة بيت الله وأيضاً آنية بيت الله التي من ذهب وفضة التي أخرجها نبو خضنصر من الهيكل الذي في أوروشاليم وأتى بها إلى بابل فلترد وترجع إلى الهيكل الذي في أوروشاليم إلى مكانها وتوضع في بيت الله الأصحاح السادس اللي قرأ علينا بنجد فيه رد الملك داريوس على الرسالة اللي أرسلت في أصحاح خمسة وكانت النتيجة أنهم فتشوا فعلاً زي ما بيقول لنا هنا فتشوا في بيت الأصفار اللي فيه الخزائن الموضوع في بابل فوجد في مدينة أحماثة في القصر وجد فيه الخطاب أو الرسالة التي كان كورش سابقاً أمر فيها بعودة اليهود وتمكينهم من أن يبنوا بيت إلههم في أوروشاليم والحقيقة برضو فيه درس تاني يعني نتعلمه فعلى الصحاح خمسة عرفنا أن القلب لابد أن يستقيم ثم عندما يستقيم القلب الشجاعة الروحية تأتي ونقطة الشجاعة الروحية دي مهمة لأحياناً شعب الرب بيجبن أمام أمام السلطات أو أمام القوانين ليس هذا دعوة للعصيان والتمرد إطلاقاً لكن على المؤمنين أنهم يتسلحون بنية ما قالوا بيترس في سفر الأعمال أصح خمسة إيه اللي قالوا بيترس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس وهذا يستلزم الشجاعة الروحية بيلفت النظر في رسالة داريوس اللي الرب قدر يعني يقلب الأوضاع ويخرج من الأكل أكلة ومن الجافي حلاوة أن الرسالة بتشتمل بعض الأمور أول حاجة أنه في عدد سبعة في عدد ستة بيقول لهم ابتعد للأعداء ابتعدوا من هناك يعني ملكمش دعوة بيهم بفتكر يعقوب هو راجع ولبان بيهدده وبيطرده ويقول له لما لقاه قال له في قدرة يدي أن أصنع بك شراً لو لأن إله أبائك ظهر لي البارحة وقال لي احترز من أن تكلم يعقوب لا بخير ولا بشار ابعد عنه ملكش دعوة بيه وطبعا خيف فكده وأعتقد أن التهديد الملك ورعب الله أكيد وقع على الأعداء كمان فكان يجب أن يبتعدوا لكن مش بس اتركوا عمل بيت الرب هذا ويسيبوهم يبنوا البيت لكن من عدد تمانية لعدد عشرة بيعمل حاجة إيجابية مش بس ملكمش دعوة بيهم لا ده أنتو يجب أنكم تساعدوهم فإذا احتاج بيت الرب لأي حاجة عليكم أنكم أنتو تساعدوا وتدوا حتى لو احتاج الأمر أن من مال الملك أنتو تساعدوا وتبني جميل الآية عشرة لما يقول كده من تقريب رواقع سرود لإله السماء وبعدين يقول تعبير يعني ما كناش نتوقع أنه ييجي لكن حلو والصلاة لأجل حياة الملك وبيته يعني الملك بيقول يا جماعة سيبوا دول يعبدوا إلههم ويصلوا لأجل أنا محتاج أنا وبيتي أنا وولادي محتاجين لصلاوات الناس دول قديش هادة حسنة يعني الرب يساعدنا علشان نحرص عليها ونزين تعليم وخلصنا الله في كل شيء ده بيذكرني يا أخي يوسف أنه عندما تستقيم حالة قلوبنا الرب يجعل حتى السلطان العظيم الملك العظيم داريوس يطلب من جماعة بسيطة ضعيفة أن تبني البيت وتصلي لأجله شيء عجيب أن العظيم بيطلب من البصة تدول صلوا لأجلي والأجل بيتي لما تستقيم حالة القلب إحنا مش منتظرين الملوك والحكام يطلبوا مننا أننا نصلي لأجلهم لكن متعلمين من كلمة الله فأطلب أول كل شيء أن تقام ثلوات وطلبات من أجل الملوك والحكام وجميع الذين هم في منصب وإحنا بالفعل بنعمل كذا لأنه بالسلام المدينة التي نكون فيها لنا الثلام يعني إذا نقول يا أخي أسامة أننا بنستغل هذه الفرصة وأنه ناشد كل اللي بيسمعونا من شعب الله أنهم يفعلوا ذلك أننا نصلي من أجل جميع الذين هم في منصب لنقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوة ووقع بالإضافة لكده الرسالة اللي أرسلت من داريوس فيها ثلاث نقاط أشير إليها لكن عايز أقولهم وربعة أول شيء في عدد أربعة واللي تعطى النفقة من بيت الملك هل كان من المعقول أن هذا الملك أو الإمبراطور لا فقط يقول سيبوهم يا ابن اتركوهم لا ده المصاريف من عندي أنا من خزانة الملك الحاجة التانية آنية بيت الله اللي منزهب وفضة اللي أخراجها نبوه خزنصر لترد وترجع إلى الهيكل ده عدد خمسة فأصاح ست الحاجة التالتة أنه أنه أتركوا عمل بيت الله هذا قرار فرمان بمعنى لا يتعرض لهذا العمل شخص ما أروع أن نرى إذا أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه هذا إتمام لهذا المبدأ الإلهي عدد اربعة وخمسة اللي حضرتك بتشير ليهم يدبني البيت بحجارة مش أي حجارة حجارة عظيمة وبخشب مش أي خشب ينفع خشب جديد وفضة ودهب بيت الله وعمل الله لازم يتعامل على الوجه الأكبر عدد خمستاشر عدد جميل وكمل هذا البيت في اليوم الثالث من شهر آذار في السنة السادسة من ملك داريوس الملك كمل هذا البيت جميل إنه كمل هذا البيت وأستعير كلمات أحد الأفاضل لما الكمل هذا البيت الذي وضع أساسه بالبكاء والهتاف والذي بنيت حوائطه بالإيمان والنبوة البناء ما كانش سهل كان فيه الكثير من الدموع والكثير من الهتاف والكثير من التحريضات والتوبخات من الأنبياء لكن كمل البيت شيء رائع وعصير لما يقول لنا إنه أكمل بناء البيت في السنة التادسة من داريوس ولو رحنا لنبوة حجاي علشان نعرف إمتى تنبأ زي ما شفنا فيه عذرة خمسة فيقول لنا فيه السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر التادس فأول يوم من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجاي النبي إلى ذروب بابل وبالتالي تنبأ حجاي في السنة التانية وأكمل بناء البيت في السنة الثاتة بدأ وضع الأثاث مع رحلة ذروب بابل الأولى معنى كده إن البيت من وضع أثاثه لحد ما اتبنى خد أكتر من 20 سنة في منتقى الجمال والمناسبة إنهما لما بنوا المسبح قدموا في أصاح واحد في أصاح اتنين محرقات والمحرقات بتتكلم عن نصيب الله في زبيحة المسيح والمحرقات بتتكلم عن أمور مختصة بمجد الرب وماهتموش إنهم ينشغلوا بحالتهم هي حالتهم كانوا خايفين فاهتموا إنهم يترموا على الرب ويطمنوا إن الرب راضي والرب حيرضى لما يشتم رائحة المحرقات المحرقات دائمة لكن لما هنا هديوا وكملوا البيت كان في منتهى المناسبة أيضا إنهم يقدموا زبيحة خطية عن جميع إسرائيل يعترفوا بحالتهم وكانهم بيقولوا إحنا أخطأ وكمان بيبرروا الله في كل مصانعه ليهم في إنه ودهم للسبي ورجحهم مرة تانية وكمان عملوا حاجة جميلة قوي إنهم عيدوا عيد الفصح وكمان عيدوا عيد الفطير الفصح بيتكلم عن زبيحة المسيح أساس كل البركات المسيح اللي مات من أجلنا لكن كمان في منتهى الجمال إن إدركنا لموت المسيح يبقى مرتبط بعيد الفطير اللي بيتكلم عن حياة القداسة الكاملة أسبوع كامل دورة حياة كاملة ما فيش خمير في البيوت لكن نتغذى على الفطير الخمير أي صنف من أصناف الشر أي نوع من أنواع الخطية لكن إيجابيا مش بس نعزل ما بنعملش خطية لكن الأمر الإيجابي إن إحنا نتغذى على المسيح المضموز إليه بالفطير حياة القداسة الكاملة مش أقل من إن يعيشها شخص يدرك المسيح اللي مات من أجلنا بالعودة للرسالة والمرثوم اللي بعته داريوث نقدر نقول إنه هذه الرسالة كانت تتكون من أربع أمور ذكرنا منهم تلاتة هذه الرسالة توفر لهم الحماية اتركوهم ابتعدوا عنهم هذه الرسالة توفر لهم الأموال اللازمة من بيت الملك هذه الرسالة يطلب فيها الملك الثلاث من أجله لكن كمان في هذه الرسالة تهديد ووعيد مهم إن إحنا نخلي بالنا منه في عدد 11 قد صدر مني أمر أن كل إنسان يغير هذا الكلام تصحب خشبة مش من بيت الملك ولا من بيته هو تصحب خشبة من بيته ويعلق مصلوبا عليها ويجعل بيته مذبلة من أجل هذا والحقيقة ده حصل بعد كذا مع همان الرديء الشرير الخشبة من بيته وعلق عليها لأنه تمادى مش في إنه يقف ضد مردخاي هو مردخاي ده مين لكن هو تمادى في إنه يقف ضد إله مردخاي بس أنا برضو أخذ من هذه الآيات وأقول كم عقابا أشهر ده اللي هيخالف عكم ملك بشري يجرى فيه كذا طب ما اللي يخالف أحكام إلهية اللي يقف ضد الله ممكن إيه اللي يجرى فيه كم عقابا أشهر تظنون أنه يحسب مستحقا لللي بيذدري بروح النعمة ويدوث دم ابن الله إذا عدد 16 دشنوا بيت الله هذا بفرح العمل الذي بدأ بالبكاء ختم بالفرح وفيه عمل أعظم بما لا يقص وكان فيه الكثير من الدموع يتقال عن المسيح الذي إذ قدمه بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له بالقيامة من الأموات سمع له من أجل تقوى والعمل ده أكيد لا بد أن ينتهي بفرح ونقر عن هذا الفرح الرائع في رؤية 19 لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد لأن عرس الخروف قد جاء وامرأة هيأت نفسها وعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا لأن البزا هو تبررات القدسين أعتقد ذا الطبيعي في عمل الله في كل العثور يبتدي بالبكاء ويختم بالفرح الذين يذرعون بالدموع يحصطون بالابتحاء ربما أحد أحبائنا المشاهدين هيكون عنده تساؤل عن عبارة ذكرناها كتير أنتم بتقولوا بيت الله بيت الله بيت الله إيه هو بيت الله؟ أنت أشرت في البداية أخو أسامة ونعايز أرجع للإشارة بتاعتك البعض بيظن أن بيت الله ويقول العبارة دي في الاجتماعات يا رب أتينا إلى بيتك كلا البيت ليس المكان ليس الحوائط لكن بيت الله كما يوضح لنا العهد الجديد هو الكنيسة الموجودة على الأرض نحن لا نراها كلها الآن لكن رأس الجسد المسيح يعرف المؤمنين الحقيقيين الموجودين في كل مكان للأسف التوزع فيه جماعات وطواقف خل الصورة باهتة لكن يبقى أن للرب بيت على الأرض بيقول عنه بولس في أفاسوس 2 الذي فيه كل البناء ده بيت مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب دي أول حاجة تاني حاجة أنتو بتكلموا كتير عن بيت الله بيت الله إيه يعني أهميته إيه يعني أهميته لا لما بنيجي للعهد الجديد بنفهم إنه بيت الله هو مسكن لله بالروح القدس على الأرض فالكنيسة شرفها الرب بأن يسكن فيها بالروح القدس طيب هل دي غالية على كل مؤمن جدا 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 رسول بولس في أعمال عشرين وهو بيكلم قصوص كنيسة أفاسوس يقول لهم عليكم مسئولية أن ترعوا كنيسة الله التي اشتراها بدمه في غلاوة أكتر من كده الكنيسة اشتراها رب المجد الذي هو الله بدمه واحدة يسأل سؤال ثالث طيب موقفنا إيه؟ موقفنا إيه من بيت الله؟ العهد الجديد مليام بتوصيات موقفنا أننا نقوم بكل ما بوسعنا لبنيان هذا البيت بالتعليم بالتحريض بافتقاد إخوتنا المؤمنين بتقديم الطعام اللازم لهم دي كلها أمور تتعلق ببيت الله عايزة أرى عدد 17 مقارنة بملوك الأول 8-63 في عدد 17 يقول لنا قربوا تتشيناً لبيت الله هذا مئة ثو ومئتي كبش وأربعمائة خروف واثنين عشرة تيث معذة ذبيحت خطيئة لو رحت لملوك الأول 8-63 تقول لش معنى؟ أقول لك علشان كانت تتشين الهيكل الذي بناه ثليمان يقول لنا وذبح ثليمان ذبائح الثلامة التي ذبحها للرب من البقر 22 ألفاً ومن الغنم مئة ألف وعشرين ألفاً إذا؟ حقاً قال ذكرية أنه يوم الأمور الثغيرة لكننا لا نحتقر يوم الأمور الثغيرة والله لا يحتقر يوم الأمور الثغيرة وإن كان شتان الفرق مش بث فيه الأعداد للذبائح التي قدمت لكن أيام ثليمان يقول لنا نزلت نار من الثمة ويقول لنا لم يستطع الكهنة للوقوف لأن مجد الله ملأ بيت الله هنا فيه الكلام ده مفيش الكلام ده لكن الله مصرور بهؤلاء رغم أنهما أليلين في العدد وأليلين في الإمكانيات وبثيق لي أحلى رقم في الأرقام اللي إحنا بنقراها إتناشر تيث ذبيحة خطية طيب ده أنتو ثبتين والعشر أثبات البقيين ولا نعرف عنهم حاجة دلوقت لا أم موجودين قدام الله باعتبرهم شعب الله فيه اعتراف بشعب الله بأكمله وإحنا مفروض لما نجتمع في حضرة الله حتى ولو مش شايفين هذه الوحدة زي ما حضرتك أشارت يا أخي فريد لكن معترفين بوحدة كنيتة الله عدد تسعتاشر عمل بنو السبي الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول أحب أذكر سبع أعيات فصح تمت في تاريخ هذه الأمة بدءا من الفصح الذي حدث في أرض مصر يوم خروجهم من أرض مصر ثم في سفر العدد بيكلمنا عن أنهم في السنة الأولى من خروجهم عملوا الفصح في البرية ثم عندما دخلوا أيام يشوع إلى أرض كان عن أول حاجة عملوها في الأرض كانت عيد الفصح ثم أيام حزقية المرة الرابعة وأيام يوشية المرة الخمسة ثم هنا في سفر عزرة الراجعين من السبي عملوا الفصح وآخر فصح وأعتقد أنه أعظم فصح الفصح اللي في نفس اليوم مات المسيح واللي قال لتلاميذه شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم وأحب أشير إلى أن رؤساء الأمة قالوا بعد ما يخلص الفصح هنقتله والمسيح قال أني سأموت في يوم الفصح بالذات وطبعا مش محتاج أقول كلام مين اللي تم كلام رؤساء الكهنة ولا كلام المسيح كلام المسيح مين الرؤساء الكهنة دول مين أي إنسان في الوجود يقول كلام بعد كلام الرب مات المسيح وحمل هو نفسه خطيانا عندما كان على الصليب وكان هو الفصح الحقيقي نقولها المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا إذن فلنعيد وعدد 22 بيكمل نفط الفكرة ويقول وعملوا عيد الفطير ثبعت أيام بفرح لأن الرب فرحهم فتحنا المسيح قد ذبح إذن فلنعيد بفطير الإخلاص والحق هذا هو عيد الفطير في العهد القديم نرى مطاليب الله في التوراة ونرى فشل شعب الله في تحقيق هذه المطاليب في التاريخ ونرى من تيحقق مقاطد ومشهورات الله ألا وهو رب المجد في النبوات ندعوك لدراسة أثفار العهد القديم معنا في برنامج فحثين الكتب اشتركوا في القناة